اشتركوا في القناة قال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه رواه ترمذي أي أن العاقل هو من حاسب نفسه ولم يتركها على هواها ترتع في الشهوات فإن ذلك عاقبته السيئة قال الحسن البصري إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكانت المحاسبة من همته لأن محاسبة النفس والنظر فيما يأتيه الإنسان من الأقوال والأفعال ليرى ما كان منه صوابا فيلزمه وما كان خطأا فيتوب منه ويكف عنه وينظر كيف يقوم نفسه ويحول بينها وبين شهواتها لألا تهلكه ويؤكد ابن القيم رحمه الله على ضرورة محاسبة النفس لتزكيتها وتهذيبها ويقول إن محاسبتها سبب لتكميل النقص وتدارك الخلل ترجمة نانسي قنقر